تلقى رئيس عبدالفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي جو بايدن تناول الأوضاع بالمنطقة وجهود استعادة لاستقرار الإقليمي وخلال الاتصال الهاتفي استعرض الرئيسان نتائج جولة المفاوضات التي عقدت بالدوحة على مدار اليومين الماضيين في إطار تنفيذ البيان المشاركة المصري الأمريكي القطري بشأن التوصل لوقف فوري لإطلاق النار بقطاع غزة وتبدل الرهائن والمحتجزين وإنهاء المعاناة الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني في غزة واتفقا على مواصلة وتكثيف الجهود المشتركة خلال الأيام المقبلة للتوصل لاتفاق في هذا الصدد كما تناول الرئيسان أيضاً مجمل الموقف الإقليمي الحالي حيث أكد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي استمرار الاتصالات المصرية مع مختلف الأطراف في المنطقة للحث على عدم التصعيد وضبط النفس وذلك في ضوء خطورة الوضع بالشرق الأوسط مشدداً على ضرورة احترام سيادة الدول وتجنيب المنطقة لانزلاق إلى حلقة مفرغة من المواجهات والعنف وهو ما ثمنه الرئيس الأمريكي مشيداً بحجم التواصل وتنصيق المستمر والمشترك الذي يعكس قوة وعمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الاتصاله تترق أيضاً للوضع في السودان حيث شدد الرئيس السيسي على الموقف المصري المبدئي من الأزمة السودانية وحرص مصري على وقف إطلاق النار بشكل عاجل وتثمينها لكافة المبادرات ذات الصلاة بما يضمن وحدة السودان وسلامته الإقليمية وحقن دماء الشعب السوداني الشقيق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر